حسين وإذا برسول حسين يقف على رأسنا يقول له يا زهير أجب الحسين قام زهير كاره زهير كان عثمانية الهوى يميل إلى بني أمية وإذا سبحان الله الآن أنت تسلم عليه تقول أشهد أنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فقالت له زوجته دلهم بنت عمر الحسين يدعوك ولا تذهب إليه اذهب قام زهير لحظات وصل عنده الحسين رجع هي تقول عاد بوجه غير الوجه الذي راح فيه وجه مشرق نوراني ما الذي قال له الحسين وإذا التفت إلى ابن عمه قال يا ابن العم أنا عزمت اللحاق بالحسين أنا بعد ما أفارق أبو السجال ويا أبو علي للموت هذه زوجتي أخذها وهذا ابني وياك خذهم إلى الكوفة ها وإذا المرأة تقوم تتعلق فيها الرواية الصحيحة تعلقت فيه قالت يا زهير بحق الحسين عليك اسمعني لحظة قال ماذا تريدين قالت أنت عزمت اللحاق بالحسين أنا أعزم اللحاق بزينب وأخوات زينب خليني معهم أنا خادمة لزينب وهذا ابننا معانا ليش تخلينا نروح للكوفة شلي بعد بالكوفة أنا حتى أرجع للكوفة قال أهلا ومرحبا أجل الآن ما الذي قال له الحسين الحسين قال له يا زهير تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المسجد رأى أطفال يلعبون بالتراب سلم عليهم الرسول يسلم على كل الأطفال لكن طفل من هالأطفال عانقه رسول الله وقبله أصحابه سألوه حتى ابن عباس قال يا رسول الله هذا الطفل انفردت به من دون بقية الأطفال قال يا ابن عباس هذا الطفل رأيته يحب ولدي الحسين رأيت الحسين يمشي والحسين كان صغير في سنه وهذا يحمل التراب من تحت أقدام الحسين ويضحى على رأسه هذا عجبني هالطفل هذا ابن عباس قال يا رسول الله هذا الطفل ما الذي يصل إليه قال يا ابن عباس هذا الطفل يكون من أنصار ولدي الحسين يوم عاشورا الامام الحسين ذكر زهير قال له تذكر انت الطفل اللي يكونت يا زهير ورسول الله قبلك وشهد لك شهادة وقال انك من أنصار الحسين الان وين رايح انت اسمك في أصحابي اشتركوا في القناة